عشان نشوف الجاهزية والاستعداد النهاردة للنادي الاهلي ماتش سنبا تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ونشوف منه آخر استعدادات النادي الاهلي سهل الخير يا فاروق كل التحية لك يا كابتن أيمان وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من مقر إقامة فريق للنادي الاهلي وقبل لحظات قليلة من تحرك فريق النادي الاهلي إلى أستاذ الاهلي ويئة السلام لمواجهة فريق سنبا التنزاني في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا نقدر نقول مباراة مش أتغير كتير في ترتيب المجموعة بعدما حسم الأهلي وسنبا التنزاني تسكرتي الصعود إلى دور الثمانية سنبا في المركز الأول والنادي الاهلي في المركز الثاني لكن مباراة تفضل ذات أهمية بالنسبة لي للنادي الاهلي يعني على مدار الأيام الماضية كان في جلسات ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي مع اللعبين والجهاز الفني ومستر بيتسو مسماني طبعا لوضع خريطة المباراة المقبلة عندنا تحديات كتير وعندنا مباراة صعبة جدا خلال الفترة القادمة أبرز يعني مباراة سنبا ثم مباراة الناصر ثم مباراة الزمالك مستر بيتسو مسماني طبعا في المتمر الصحفي بالأمس كان يتكلم على المباراة واستعداد فريق النادي الاهلي قال إحنا عندنا مجموعة من الغيابات ومجموعة من الأصابات وكنت أتمنى أن أنا قابل لسنبا فيه ظروف أفضل من كده وأن الفريق يكون مكتمل كلم طبعا على أن هو كان بيتمنى أن نادي الاهلي يكون في صدارة المجموعة وتصدر المجموعة ولكن قال مش ضروري أن اللي يكون الأول في كل مجموعة هو اللي يفوز بالبطولة وأبرز مثال على ذلك هو بطولة العام الماضي ونسخة العام الماضي نادي الاهلي كان الثاني في المجموعة ولكن استطاع أن هو يفوز باللقب على الجانب الأخر ديدي جوميز المدير الفني الفرنسي لفريق سنبا التنزاني كان اتكلم على المباراة وقال على النادي الأهلي احنا احترمنا النادي الأهلي في المباراة الأولى وقدرنا نفوز على النادي الأهلي ولكن إذا أردنا أن نذهب بعيدا في هذه البطولة فاحنا جايين لنا عشان نحق انتصار على الاهلي في القاهرة طبعا النادي الأهلي بيعاني من مجموعة من الغيابات غياب علي معلول اللي اتكلم عنه مستر بيتسو مسماني وقال لواحد من العيبة المؤثرة ولكن علينا ان احنا نتعامل مع الظروف ايضا غياب محمود وحيد وحمد فتحي وياسر ابراهيم مستر بيتسو مسماني يعني كان في كلامه النهاردة مع اللعبين في المحاضرة اللي كانت قبل التحرك في كلامه مع اللعبين على اهمية اللقاء اتكلم مستر بيتسو مسماني ايضا مع لعب النادي الاهلي اتكلم مع سعد سمير اتكلم مع رامي ربيعة يعني جلسات جمعت ما بينه وما بين افراد الجهاز المعاون سواء كابيلو او كيفين جونسون وكابتن ساد عبد الحفيز وكابتن سامي امصان وميكيلي ينكون من المقرر انه يكون النهاردة طاقم تحكيم اللي بيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم جزاري بقيادة مصطفى غرباء الحكم الساحة يعاون في هذا اللقاء ميكرين كوراي حكم مساعد اول والمساعد الثاني عباس الزرهوني والحكم الرابع نبيل ابو خلف ايضا من المقرر كابتن ايمن ان النادي الاهلي النهاردة يظهر به طبعا بالزي التقليد هو الزي والرداء الاحمر بينما فريق سيمبا يكون ظهوره بيء الزي الرمادي يوم النادي الاهلي كان تناول اللعبين لواجبة الافطار في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية ظهرا طبعا كان صلاة الجمعة يعني ادى اللعبون صلاة الجمعة بيء احد المساجد القريبة الموجودة فيه فندق قامة بعثة فريق النادي الاهلي يعني عقب اداء اللعبين لصلاة الجمعة كان جمعت بعض الاجتماعات ما بين الكابتن سامي عمصان وساد عبد الحفيز مع محمد الشناوي وايمن اشرف ووليد سليمان وسعدي سامير اللعب الكبار في النادي الاهلي تحدثوا على اهمية هذه المباراة وحسوا اللعبين على ضرورة الفوز وضرورة ان احنا نختم دور المجموعات بفوز ان شاء الله يكون كبير على فريق سيمبا قبل ما ندخل لي مرحلة دور الثمانية ثم كانت المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسماني في تمام الساعة الخامسة والنصف تحرك ان شاء الله خلال اللحظات قليلة يكون التحرك الى استاد الاهلي والسلام دي كل التفاصيل كل الكواليس من هنا من مقر اقامة بعثة فريق للنادي الاهلي قبل التحرك الى استاد الاهلي والسلام لمواجهة فريق سيمبا التنزاني من جديد تعود الكلمة للكابتن ايمان شاوي فضل لكابتن ايمان شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح